يعيش المرضى من سكن قطاع غزة واقعاً صحياً صعباً فرده عدوان والاحتلال الإسرائيلية ومع خروج معظم المستشفيات عن الخدمة ونفاذ الوقود والأدوية يواجه المرضى صعوبات في إجراء العمليات الجراحية تحت وابل الرصاص وقصف الاحتلال غير المنقطع يعاني المرضى في قطاع غزة الأمرين فهم لا يكادون يصلون إلى مأمن نزوحاً لأحد المستشفيات حتى ينهال القصف عليهم وإن نجوا ووصلوا فلا دواء لهم أو لأبنائهم من الصغار واقع صحي متدهور يعانيه القطاع الذي تهدمت بنيته التحتية بشكل شبه كلي خاصة المرافق الصحية مجمع الشفاء الطبية أحد أهم هذه المرافق وهو أكبر مستشفى في قطاع غزة إذ يواجه أزمة متفاقمة بسبب النقص الحاد في الموارد الطبية وتدفق الجرحى والنازحين وسط القصف المستمر من الاحتلال الإسرائيلي الإحتياجات تتركز أولاً على إعادة إصلاح كل ما يتعلق بالأنظمة التي تضررت أنا أتحدث كل البنية التحتية تم تدميرها أشهر كاملة يقضونها المرضى منتظرين إجراء عمليات جراحية فيبقى واقع المرضى الفلسطينيين أشد قصوة بين ألم المرض وألم فقد ابن أو أب أو أم أنا إلى الشهر قاعد هنا باستنى عملية البلاتين باستنى يشغلوا العمليات ويشغلوا قسم العمليات في الشفاء وإيدي تقريباً قاعدت تخرب وبعاني وكلها مسكنات في مسكنات اللي بأخذها نظام الخدمات في مستشفى الشفاء انهار بعد أن حاصرته القوات الإسرائيلية في منتصف نوفمبر الماضي واستأنف المستشفى تدريجياً بعض الخدمات الطبية الأساسية بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية ومع ذلك ومع تدمير البنية التحتية واستمرار النقص الحد في الموارد الطبيعية فإن مستشفى الشفاء غير قادر على التعامل مع العدد الكبير من الجرحة وأكثر من 15 ألف نازح